السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي ديليس فاطم الظهرة اليوم ان شاء الله جيتكم وجبت لكم بلاتو من المملحات اللي كيجيوا راقيين وبريستيج وبتشكيلة جميلة كيف ما شفتوا معايا تزيين اللي وضعت فيه دائما لمسا تاعي سمنا انا هنا الاعجابكم بنسبة لها البلاتو فهو كان تحت طلب الاخت ناعمة اللي كلبت مني مقابلات مغربية تقليدية قدمت مقابلات شاتوية سخونة كتسكية سخونة وباردة قدمت كذلك دي كانابي اللي كانوا باردين اولا بدون فرن وهنا عندنا بعض المملحات اولا المقابلات اللي فيهم الفرن وكذلك عندنا السمبوسة اللي غادي نقليوها وكان بعض منهم اللي عندهم تجهيز مسبق بالنسبة لطلبات نتاع الاخوات الاخريات فان شاء الله غادي نلبككم طلباتكم لاناني سامحوني كان عندي متحانة تاع اولادي ودبا ان شاء الله غادي ناخدو العطلة وغادي ندير معكم كل الطلبات هنا اخواتي بالنسبة للاول شكل فغادي سكون بريوات بجوج ديال المكونات نتاع الجبن فقط الورقة نتاع السمبوسة اولا الورقة ديال البسطيلة انا احنا غادي نستخدم معكم هاد الورقة هادي لاناني ما كنتحصلش على ورقة تاع البسطيلة كتباع في السيبرماشي في دول الخليج متواجدة بالنسبة لها كتجي هاد الورقة نتاع الكلاش مقطعها خالصة عندنا الجبن كيري اولا جبن مربع كنقطعه على الاربعة وكنوضعه مربع يعني حبك تعطينا اربع حبات من السمبوسة تقدروا تديروا اي نوع جبن من السم او هاد الجبن هادا توضعه معاه يعني الاوريغانو اولا الزعتر هنا كفما شفتوا معايا غادي نقفل عليهم بالماء والدقيق اللي خلطتهم مع بعضهم هاد نشوفهم معايا مرة اخرى بالنسبة الاخوات اللي في المغرب فتقدروا اخواتي انكم دمون دوت الورقان تاع البسطيلة تكون حجم صغير تقطعوها على ثلاثة اولا على ربعة الجوانيب كتطوينهم غير واحد شوية باش كتقد عندكم تحاولوا تقدهم كلهم نفس القياس هنا هادي انا كتساعدني كيكون فيها تجهيز مسبق كنديرها في الشهر الفاضي كندير منها كمية كبيرة لانا الكيس واحد في خمسين حبة فكل مرة كنخدم خمسين كيس خمسين عفوان حبة كنخليهم في المجمد كيسة هلو عليا انني نقليهم في رمضان غادي نبقى نطوي فيهم من بعد غادي نقفل عليهم بالماء والدقيق من بعد ما كملت كمية اللي انا بغي نكملها فغادي نوضعهم في بلاتو او لصفرة عليها ورقة زبدة ونضعهم في المجمد حتى كي يجمدوا معانا ومن بعد نفرزوهم في اكيس ونخليهم عند الحاجة كنقليهم في الزيت يكون سخون ضروري انه يكون سخون هنا اخواتي بالنسبة للشكل الثاني بلا بات فيتي فغادي ناخده هنا غادي ناخد تقريبا ملعقة كبيرة ونص من الجبن الكريمي اي نوع جبن انا غادي نستخدم فيلادلفيا عندي الزيتون اخضر اللي غادي نقطعه شوية رقيق وعندنا شوية ديال كامون والشطة او السودانية يعني نرسط على الملعقة باش ما يجيناش لمرورة هنا زيتون كيف ما شفتوا معي اخضر مقطع هنا يعني هاد الشي كميات قليلة وفي نفس الوقت يعني كيس عطينا كمية كبيرة بالنسبة للشكل اللي احنا غادي نخدموه غادي نخلط كل شي فكيف ما اذكرت اخواتي فقط الشطة او لا سودانية الحارة يعني نحطو غا واحد شوية هنا لبات فيتي كدلك خديتها جاهزة اذا اخواتي خديتوها جاهزة رول او لا مربعات قدروا تقسموها على ربعة هنا انا كنا اخدبها تشكل هذا سمحولي اخواتي انا بالنسبة لي لبات فيتي ما كنبغيش نديرها انا كتاخد مني الوقت بزاف كنلقاها كتباع حتى في المغرب كينا في السيبير ما اغشي كتباع بزاف كيف ما شفتوا معي غادي نوضعه القليل في الوسط ما نحاولش نوصلوه للجوانب باش فاش انا ننقلبو العجين ما تخرج عندنا الحشوان تعالي شبن بدون بيض اي حاجة ما غادي نش نستو بيها فقط الفوخشيت وغادي نبدو كنديروه يعني هاد القفلة هادي هنا غادي نعود معكم واحدة اخرى والاخوات اللي عندهم عاجين انتاع البطفوتي معتمدة عندهم تقدروا تديروها وتطبقو هاد شكل هادا كيجي جميل وكيجي رائع تقدرو كذلك اكدالي تقدروا قطعة مربعة وتقطعوا بيها باش يجيكم شكل مقاد هنا الفوخشيت وغادي نقفلو بيها بهذا الشكل هادا كتجي هاكده اذا خرجت عندنا الجوانب ممكن زولوه هنا كف ما شفتوا معي غادي نوضعهم في المجمد حتى يجمدوا لان انا كان طيبهم هما مجمدين بالنسبة بعد ما طلعتهم من المجمد غادي ندهنهم فقط ببيض البيض ما غاديش ندهنهم بالبيض كامل باش قبط عندي جلجلان راهم ما كيتحلوش اخواتي معايا من الجوانب نهائيا فقط نحاولو ان نتأكدو انهم مقفلين مزيان يعني انا زيت تأكدت على بعض الحبات اللي كانوا لقيتهم فيهم واحد الحلة هكا محلولي هنا غادي نوضعو جلجلان تقدرو توضعو البافو وغادي ندخلوهم على فرن يكون ساخن ساخن 180 درجة تخنوهم زيان خلوه على 180 يطيبو من التحت ومن الفوق ضروري يكونوا مجمدين كيف ما ذكرت حتى كي يطيبو هنا عندي ليزيبينا اولا السبانيخ فانا ملقيتهم مش فرش ملقيتهم مش طازة خديتهم من سوبر ماشي كذلك مجمدين بالنسبة الكمية كتبقى على حاسب غادي نحلهم بالاتاعي اذا لقيتوهم فرش فغادي نقول لكم الطرقة اللي غادي نستخدموها نعدي معي لقى بتاع الزبدة وضعتها في المقلة وغادي نوضع هاد ليزيبيناغ اللي حليتهم هكا شوية بفورشيت لانهم كانوا مجمدين كيف ما شوتوا معايا وغادي نخليهم حتى ينشفوا اولا يتقلوا شوية مع الزبدة باش تعطينا واحد اللدة فيهم وجيون الديد وكذلك ينشفوا من المنسعهم اذا كانت عندنا وضعت هنا الملح اذا كانوا عندنا ليزيبيناغ فرش فاك ناخدهم نغسلهم بزيان قطعوهم الرقيق ونحطوهم في الكسكاس حتى يفوروا وندروا نفس الطريقة ومن الاحسن اخواتي انكم تاخدوهم فرش يعني من عد سوبر مغشي اولا فين كي تبعو الخضراء ولا البقدونس هنا لابا غايا كيش عندنا ملعقة صغيرة كيف ما شوتوا معي ملعقة نتع القهوة نتع فلفل اسود الياهورت طبيعي علبان تعمية وعشرة جرام وعندي جوش الحباس انتع البيت كاملين تنعفوا لابا غايا كيش هادو هما المكونات انتعهم تقدروا تضيفو ملعقة انتع الهريسة اذا حبيتيو فدائما هادي هي المكونات اللي تنديروها عندنا اه المليحة اول عفوان انا حطيت المليحة وعندنا الجبن موزاريلا او الجبن متلت مربعات اللي متوفر عندنا نقدروا حتى اننا نقطعوه قطع ونحطوه مع مع الابا غايا بالنسبة للفلفل اسود يعني تقدروا كيفما ذكرت اخواتي تعودوه بالشطة او للسودانية او للهريسة هنا غدا نطرب هاد شي كامل ونوضع عليهم ليزي بيناغ اللي احنا جهزناهم يعني الكمية قليلة لكن اعطتني 24 حبة كيف ما غدا نتشوفو معايا هنا غدا نخلط كل شي تقدروا تزيدو الجبن كيف ما حبيتو فانزت واحد شوية من بيت هاد نخليهم على جانب هنا عندي الورقة تاع البسطيلة او لحد الورقة تاع السنبوسة كيف ما تشوفو معايا انا ما تنتحصش على ورقة البسطيلة فكالقى هادو في السيبر ماشي كيف ما شوتو معايا جايزين كي تبعو خالصين فاذا اخواتي كيف ما تشوفو معايا غادي نقطع انا من بعد غادي نقطعهم بالمقص انا فقط باش نوريكم كنا اخدو نفس القياس كله حبا غادي نديرو فيها ثلاثة بهات الشكل هذا هنا عندي هاد القالب نتاع الميني كيك يعني كيف ما تشوفو معايا هو صغير بثاف دوبت الزبدة وغادي ندهنهم فقط باش كتجيني دك الطبقة تحسينية تاع هاد هاد الورقة مقار مشالي انا هي غلط من الورقة تاع البسطيلة اذا كانت عندنا الورقات البسطيلة نقدروا نديرو حتى ربعة هنا دهنتهم بالزبدة تقدروا ندهنهم بالزبدة والزيت فقط باش كيجوكم قرمشين وما كيجو ناش يعني ناشفين كيجو حتى الداد بالنسبة للطريقة كنحطو هاكا كنضغطو عليهم في القالب بطريقة عشوائية بهات الشكل هادا كيجونا كيف ما شوفو معايا بحل عش او للعشيشات ونحاولو نقاددوهم وغادي نكمل الكمية كيف ما تكرس اخواتي حتى الورقات البسطيلة كتبقى عندنا ما نقدرش نديرو بها البرايوات فممكن اننا نسخدموها اولا نوضفوها في هاد طريقة هادي هنا غادي نجيبو يعني كأننا كنديرو كيش بالواقع نتاع البسطيلة غادي نجيبو الحشوات تعنا وغادي نوضعوها ولو انا نوضعوها يعني منها كمية كبيرة فما تخافوش منها ما كتفيتش يعني كتبقى حدها قدها وغادي نبدأ ندير في الحشو الانتاعي بالشكل هذا بالنسبة لي انا نص ثاني فانا ضبط عليها الهريصة يعني فقط الوليدات ما غاديش تحملو الهريصة لكن بعض منهم كياكلها عندي لكن كيني الجوج لي ما كيتحملوهاش ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كيفاش اناني في القالب كان النص فيه الهريصة ونص ثاني ما فيش الهريصة غادي نكمل كامل كمية وندخلهم على فرن كذلك ساخن حتى كي طيبو بنسبة لها الشكل هادا فاشطاب فكف ما تشوفوا معايا ده وشكل تاعو فاشطاب انا حطيت عليهم جبن موزاريلا وحطيتوا شوية وخليتهم في الفرن هو ساخن مطفي هنا كيف ما تشوفوا معايا اخواتي خديت هاد الكوردون واختيت كذلك هاد دوماتسوريز فهذا انا زرعه في الحديقة عندي شكل تاعو جميل وهو بشغدين زين اذا حبيتوا اخواتي زينو كذلك بحبة زيتون فقط يعني ممكن انكم زينو بحبة زيتون تقدروا تخليهم كيف ما هوما انا هنا يختارس ان يعطيهما تشكل هادا اه انتع الحبة انتع الطماتسوريز وتزين اخواتي كبقى دائما على حسب الاختيار هنا بالنسبة للبرايوات فقط غدي ندلو لهم حبا تاعزيتون فهد العويدات هادو لانا كيف ما تتعرفوا معايا ان الجبن غربو حدو فكيجوب هاد طريقة هادي نضاف وجميلين كيبقا يعني ما ناخدوه مش بالايد كيجوب هاد العويد هادا مرتبين وشكلتاهم جميل غدي نعود معاكم واحدة اخرى بالنسبة لحد البرايوات اخواتي نقليتهم وهما سخان سمحولي ما صورتش المقطع انتع القلي فكنا كنا عرفو كفاش نقليه هنا عندنا العجينة المكسرة او للبط غيزة درتها في الميني تاغ توليت صغار غدي نترك الفيديو بوحده ان شاء الله هما هادو غدي نوريكم كيفاش درتهم طريقة باش غدي ننجحوا معانا بالنسبة للحشوة فسهلة غدي تكون عبارة عن جبن كريمي فيلادلفيا والزيتون اخضر مقطع بالنسبة للزيتون اخواتي انا غليتوا واحد شوية في الماء باش تزول منه ديك الملوحة اللي فيه اذا حبيتوا انا كنتخلوا فقط الجبن او لتديروا جبن من السم بالاعشاب جبلي او لأي حاجة بغيتو فليكم الاختيار بالنسبة لها العجينة المكسرة فانا نسمتها بالأوريغانو وكذلك بالشطة او للسودانية لانا هنا الحشوة عندي بالجبن فهاد شي كامل غدي توسم مع بعضه ان شاء الله غدي نوضحها في البوش ادوي وهنا كيف ما تشوفوا معايا اخواتي انا حاولت اني نصور بيه لكم كيفاش غدي نبوشي هاد الحشوة هادي لكن ما تعطت ليش جيت ايدي مقابلة مع الكاميرا فغدي فقط نبوشيوهم وهنا عندي هاد الزريعة الملونة اللي سبق لي وقدمتها لكم فهي فاش غدي نزينو عفوا كتجي جميلة في شكلتاها ونتمنى اخواتي انكم تجربوها لانها فغيمون فغيمون كيجي شكلتاها رائع وراقي وكتعطي واحد الالوان جميلة كيف ما واضح معنا في الصورة كيف ما غدي نقرب لكم الحبة وغدي نشوفوها انا هنا كننصق الالوان يعني باش ميجونيش لون واحد كامل في جهة واحدة كيف ما شوتوا معي هاد الشكل هادا سهل وبسيط وكذلك جميل انا عن قرب وكان هدا هو الشكل النهائي انتع هاد البلاطو نتمنى اخواتي انه ينال اعجابكم وتنقل لكم شكرا لكم على تعليقات وشكرا ومرحبا بكم كاملي اللي اشتركتوا عندي في القناة اختنا عيما نتمنى ان هاد البلاطو ينال اعجابك اذا سخى ربي وسهل علي يا ربي ان شاء الله الايام الجاية وقدرت انني نبقى كل مرة كنحط مقبيلة ولو حتى بوحدة يعني ما يكونش بلاطو نظرا لضيق الوقت ويعني الوليدات وهذا فإن شاء الله